سنة جديدة للمدرسة المغربية تنطلق برهانات تعزيز الجودة ورقملة العملية التعليمية في هذا الإطار شاكيب بن موسى وزير التربية الوطنية وتعليم الأولي والرياضة يقوم بالزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بن سليمان اليوم في الحقيقة كانت تقريباً 8 مليون للتلاميذ اللي هم التحقق بالأسلك الثلاث على الصعيد الوطني تقريباً 237 مؤسسة جديدة للتبنات توسيع واحد العدد ديال الحجورات الجديدة تهيئة اللي ادادت قريباً إضافة على المؤسسات الجديدة واحد الـ 2500 حجورات ديال الدراسة اللي ادادت تأهيل واحد العدد ديال المؤسسات ولكن ما هو أهم هو ما يجري داخل الأقصى كان واحد مجهود للدار باش المناهج تكون مناهج جديدة لتساعد تلاميذ باش يتمكنوا من التعلمات الأساس وتأتي هذه الزيارة بمناسبة الانطلاقة الفعلية للدخول المدرسية 2023-2024 بالمؤسسات التعليمية بربوع المملكة تحت شعار من أجل مدرسة ذات جوجة للجميع وتزامناً مع التنزيل الفعلي لبرامج التحول للتار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026 احنا كانت واجدوا في مدرسة عبدالله قنون بجمعة بوزنيقة هي مدرسة اللي عرفت تعويض المفكاك وتأهلات من أجل الدخول في تجريب مؤسسات الرقمية تعملت الأقسام بطريقة تدريس بالموارد الرقمية عندنا قاعدة فيها قاعدة الإعلاميات والمطالعة فيها فضاء للتعليم الأولي حاولنا ندروا التجهيزات نفرها باش تكون جاهزة للدخول المدرسي الحالي المؤسسة تندرج ضمن مؤسسة الرقمية بناء على خارطة الطريق بحيث سيتم تدريس الجناح العلمي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض باستعمال تقنيات التواصل برنامج الزيارة شملت ثانوية العددية 18 نومبر بجماعة منيلة بأقل بن سليمان هذه المؤسسة التي استفادت من التأييل والتجهيز بوسائل رقمية حديثة وزيارة المدرسة الابتدائية عبدالله قنون بجماعة بوزنيقة التي استفادت من تعويض البناء المفككة لكي تصبح بمواصفات حديثة وأقصى من رقمية وتؤكد الوزارة من خلال هذه البنيات التحتية تعسيز التوجه الجديد نحو رقمية الخدمات التعليمية والتربوية